عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500-500 وخطط تشغيله أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمستشفى وبحث خطط التشغيل الأمثل له وفي أسرع وقت مشددا على ضرورة تشغيل المرحلة الأولى قريبا وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية وزير الصحة أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس مجلس الوزراء بتهيئة المحددات التي تضمن تشغيل هذا المستشفى على مستوى عالمي